هناك مباحثات مصرية روسية أنا باعتبرها على مستوى عالي جدا من الأهمية بيسموها 2 زائد 2 وهي أن يقوم وزير الدفاع ووزير الخارجية في كل بلد بالاجتماع يعني اجتماعات موسعة لدراسة العلاقات الثنائية بين البلدين الخارجية يعني حاجات كثيرة جدا يعني قضايا كثيرة جدا يعني آراء كثيرة جدا يعني توافق في المجتمع الدولي ومحاولة تقريب وجهات النظر في بعض القضايا اللي بتخص الإقليم اللي احنا فيه أو بتخص القضايا الدولية والدفاع بيخص أشياء كثيرة جدا التعاون العسكري تعاون التسليح لذلك يعني شفنا اللقاءات دي أكتر من مرة اللي هي 2 زائد 2 مع الجانب الروسي ده كان محور زيارة سيد وزير الدفاع وسيد وزير الخارجية إلى موسكو لكن على هامش هذه الزيارة وزير الخارجية المصري في مقابلة خاصة مع قناة روسيا اليوم حسما أمرا بديهيا بس عشان احنا عندنا ناس في بلدنا وناس برا بلدنا أحيانا يعني مخوهم بيشت وأحيانا بيجلهم هلاوس فوزير الخارجية المصري يعني قطع كل شيء ومن بدره عشان بس الهاري ما يبقاش كتير وحتى الهاري ده أنا بعتبره عيب بعتبره عيب في حق بلدنا وعيب في حقنا كلنا قال بالبلد كده يعني يقولوا ما يقولوا يعملوا ما يعملوا مصر لن تفرط في ظرة رمل واحدة من أراضيه بس ليه كان وزير الخارجية بيقول وبيؤكد على ثوابت مصرية وعلى مبادئ مصرية وعلى بديهيات هو مضطر يعمل كده لأنه يعني الكلمات الجانبية بتبقى كتير أحيانا يقولك أصل فيه صفقة القرن أصل إحنا رايحين صفقة القرن أصل صفقة القرن ده بيقولك هناخد حتة مش عارف منين أصل مش عارف مصر نوية تعمل إيه أصل كلام فارغ كلام فارغ وحتى أنت المفروض يعني ثقتك في دولتك وثقتك في قواتك المسلحة وعقيدتهم تفهم كويس جدا طبيعة المقاتل المصري وطبيعة السياسة الخارجية المصرية أيا ما كان الأمر للجميع لمن يفهم ومن لا يفهم لمن يقرأ ولمن لا يقرأ لمن يريد أن يفهم ولمن لا يعني لمن يدعي أنه لا يفهم وزير الخارجية المصري مصر لن تفرد في ظرة رمل واحدة من أراضيها عايزين بقى حضراتكم تعودوا بعد هذا الكلام تقولوا كلام تاني أعتقد أنه ميبقاش لي أي نوع من المعنى